موسيقى بدر المولة مهندس معماري يبلغ من العمر 25 عاما عقليته مصنفة بحسب الاختبارات على أنها عبقرية متعدد المواهب ويعمل على تصميم أول قمر صناعي كويتي أنا الحين قاعد أحاول أصبح أول رائد فضاء كويتي وأنا كنت توني ببرنامج رواد الفضاء على دبي تيفي في نهاية البرنامج الفائز يعطونا 100 ألف دولار أمريكي وسيارة وتوصية رسمية من كويس هادفيلد اللي هو أول رائد فضاء كندي وكان قائد المحطة الدولية بالفضاء بدر يعمل أيضا في شركة والد ديزني العريقة مساهما في تصميم مدينة أفاتار الترفيهية درشت مسابقة بأمريكا لما كنت قاعدة أدرس مع رابعي وفزنا طلعنا الثوالث وعطونا فرصة نشتغل عندهم هدا عند وغل ديزني إماجينيرينج هم الناس اللي يصممون كل يشوفونه ديزني وورلد وديزني لاند ففي ديزني وورلد بأنامال كينجدم سوينا مكان كله مثل الفيلم أفاتار يعني نشوف الأشياء من الفيلم كلها واشتغلنا مع جيمش كاميرا على الأشياء اللي راح تكون موجودة بالمكان رسالة الماجستير التي نال شهادتها بدر كانت عن تحويل مصفات الشعيبة لمركز فضاء الكويت كما تم اختيار بدر كنقطة تواصل وطني في الكويت للمجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة مصفات الشعيبة يعني ما قاعد يستخدمونه الحين وتوم قبل سنة سنتين شيء شديد فقلت لازم نسوي عادة تأهيل المصفات على أساس أن ناخذ الماضي من الكويت ونحول المستقبل وبنفس الوقت راح نحافظ على تراث وتاريخ الكويت حاولت أسويها كثير ما قدرت وإن شاء الله إذا أحد يعني بالكويت يقدر يساعدني ننفذها إن شاء الله